اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر كنت عملت حلقة زمان كده عن ازاي تعرف حالة التهاب الزائدة الدودية ومع ان دي حالة جراحة لكن المريض ما يعرفش المريض بطنه بتوجعه فبيروح يكشف عندي دكتور بطنة فعملت الفيديو اللي فات ده فممكن بعد ما تحول المريض بتاعك للمستشفى يجي لك بعدها بفترة يقول لك يا دكتور ده الزائدة طلعت مش زائدة والمستشفى كتابولي علاج مضاد حيا ومسكن وقالولي روح ده انت عندك التهاب في العقد اللمفوية فقط مفيش زايدة ولا حاجة او حتى زميلك في المستشفى في الجراحة يقول لك احنا فتحنا الراجل واكتشفنا ان الزائدة بتاعته كويسة والموضوع كان عقد اللمفوية فقط لغير فايه موضوع التهاب العقد اللمفوية اللي بيجي في المساريقة او في الميزنتري اللي بنقول عليه ازاي نعرفه وازاي نشخصه وايه الفرق بينه بين التهاب الزائدة الدودية وايه العلاق بتاعه وطبعا دي حلقة مخصصة للأطباء حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل للك الفيديو بص يا سيدي في مرض او مشكلة بتيجي في العقد اللمفوية اللي موجودة في الميزنتري يحصل فيها التهاب مؤلم الميزنتري بنقول عليه منديل البطن او المساريقة اللي هو غشاء البروتينيام اللي ماسك في الامعاء الدقيقة في الاسمول انتستن الغشاء ده بنقول عليه ميزنتري بيكون فيه عقد لنفوية ممكن تلتهب وتكون مؤلمة جدا وتيجي غالبا في الراية اليك فصة نفس المكان تقريبا بتاع الزائدة وغالبا بتكون نتيجة عدوى فيروسية او بكتيرية واحيانا بدون سبب واضح عشان كده بنقول عليها اكيوت نانسب السفك ميزنتريك لينفودينايتس والمريض اللي بتحصل عنده المشكلة دي غالبا بيكون طفل او مراهق غالبا اقل من عشرين سنة بيجي يشتكي من قلم شديد في الراية اليك فصة وممكن يبقى معاه شوية ارتفاع في دركة الحرارة شوية قيء شوية غثيان حاجات زي كده وعشان كده بنتلغبط كتير بينه وبين التهاب الزائدة الدودية وغالبا المريض ده بيخف حتى لوحده ممكن بدون مضادات حيوية ولا حاجة في خلال من اسبوعين الى اربع اسابيع طيب ازاي نعرف نفرق بين الحالتين الى حد ما بين التهاب الزائدة الدودية وبين التهاب العقد اللينفوية اللي موجودة في الميزنتري مثلا اول حاجة شكل الالم ايه في حالة التهاب الزائدة الدودية بيكون الالم سابت وممكن يكون بيزيد باستمرار سابت وبيزيد اما في حالة التهاب العقد اللينفوية في الغالب بيكون الالم كوليكي يعني زي المغس يعني يقرص فترة يوجع فترة ويفك فترة يرتاح فترة كمان بالنسبة لمكان الالم فالتهاب الزائدة الدودية في الاخر الالم بيتركز في المنطقة اللي احنا عارفينها اللي هي مكبيرنز بوينت اما في حالة التهاب العقد اللينفاوية غالبا بيكون مكان الالم الشديد اوي بيكون اعلى المكبيرنز بوينت ونحية جوه شوية وبالنسبة للرباون تندرنس ان انت تضغط على المنطقة اللي بتوجع المريض وتفضل ضاغط فالالم ممكن يستريح شوية وبعدين لما تشيل ايدك القلم يزيد مرة واحدة بشكل مفاجئ فالعلامة دي موجودة في الحالتين سواء كانت التهاب الزائدة الدودية او عقد اللينفاوية اما روفزنج ساين اللي هي انك تضغط على الناحية الشمال فالناحية اليمين توجع دي موجودة اكتر في التهاب الزائدة الدودية يعني غالبا الروفزنج ساين ممكن تكون موجودة او مش موجودة في التهاب الزائدة الدودية اما التهاب العقد اللينفاوية غالبا بتبقى مش موجودة واخيرا في علامة مهمة جدا اسمها shifting tenderness يعني مكان الالم بيتغير بتغير وضع المريض ودي بنلاقيها اكتر في حالة التهاب العقد اللينفاوية في الميزنتري ده المريض احنا عرفنا اكتر حتة بتوجعه فين بنقوله نام على جنبك الشمال لمدة 5 دقايق مثلا بعد كده بنلاقي المنطقة اللي بتوجعه دي اتحركت مكانها اتحرك بسبب تحرك الامعاء الدقيقة وتحرك الميزنتري او منديل البطن ده معاهم والعقد اللينفاوية الملتهبة معاهم اما لو كانت الحالة التهاب زائدة دودية فلا يتغير بالوضع لان الزائدة الدودية جزء من القولون والقولون ثابت في مكانه مش بيتحرك اما بالنسبة لصورة الدم الكاملة والCRB فمش هيفرقولك كتير لان في الحالتين تقريبا شبه بعض هتلاقي فيه ليوكوسايتوزيز كرة الدم البيضة كتير وهتلاقي CRB مرتفع دلالات التهاب اما اللي يوضح لك الفرق الى حد ما لو الصنارة عمل اشعة تلفزيونية على البطن والحط دكتور اشعة كويس بيطلع لك الفرق وبيقولك ان الحالة دي التهاب عقد لنفاوية لان بيبقى ليها CRITERIA معينة بيقولك اكتر من 3 عقد لنفاوية الحجم بتاعهم مش عارف قد ايه ليهم CRITERIA معينة كده بتقولك ان دي التهاب عقد لنفاوية اما في حالة التهاب الزائدة الدودية سعادي بقى فيه التهاب عقد لنفاوية لكن مش بتاخد الكريتيريا مش بتبقى بنفس الاشكال والمواصفات في حالة التهاب العقد اللنفاوية فالصنار مهم جدا جدا ولو لم ينجح الصنار او لسه شكين في الحالة مش عارفين الدنيا ايه ممكن نعمل اشعة مقطعية على البطن وهي دي اللي بتحدد تحديدا الفرق بين التهاب الزائدة الدودية والتهاب العقد اللنفاوية لكن احنا في الغالب مش بنحتاج الفحص ده والصنار الى حد ما بيغنينا وبيعرفنا الفرق بين الحالة والحالة لو طلعت التهاب عقد لنفاوية وتأكدنا من التشخيص وهي مش زايدة فالمريض فعلا بياخد مضادات حيوية غالبا زي سيفترايكزون او مثلا مجموعة الكنولونز زي السيبروفلوكساسين والحاجات دي طبعا ازا ما كانش فيه منهم موانع وممكن نزود معاهم الميتروندازول الفلاجيل مثلا ومسكنات للألم ولو فيه جفاف مع المريض بتاعنا نتيجة الاسهال او القيء ممكن نديله محليل لكن نصحت ليك كطبيب بطنة لو جالك مريض بالشكل ده وانت شاكك ومش عارف الفرق كويس بين هل ده التهاب زائدة الدودية ولا عقد لنفاوية فكده كده حولوا على طبيب الجراحة او على اقرب مستشفى عشان يعملوا الفحوصات اللازمة ويفرقوا بين الحالتين قدر المستطاع وكمان عايز اقولك ان في حالات كتير بيبقى التفرقة صعبة مش سهل كده ان احنا نفرق بين الحالتين واحيانا كتير المريض بيدخل جراحة وبعد ما الجراح بيفتح ويشوف يلاقي الزائدة الدودية سليمة والموضوع كله التهاب عقد لنفاوية فقط لكن زي ما احنا عارفين طالما فتحنا يبقى لازم نشيل الزائدة الدودية رغم ان هي طبيعية لأسباب كتير زي ما احنا عارفين منها ان المريض خلاص عرف ان هو شال الزائدة عشان بعد كده المكان ده لو التهب هيقولك لا ده مش زائدة او لو المريض مغمى عليه مثلا والدكتور شاف الجرح بتاع الزائدة موجود الجرح القديم فهيقول ان المريض ده عمل الزائدة خلاص فكده هيستبعد الزائدة مع ان الزائدة لسه موجودة فعشان كده طالما فتحنا على الزائدة الدودية لازم بنشيلها واخيرا في اسباب كتير قوي تعمل التهاب في العقد اللنفاوية في المزنتري او في منديل البطن ده لكن انا قلتلك اشهر نوع اللي بيجي في الاطفال والمراهقين واللي غالبا بيجي في الناحية اليمين وبنطلق بط بينه وبين الزائدة الدودية لكن في اسباب كتير قوي هسيب لك صورتها ممكن تعمل التهاب في العقد اللنفاوية في المزنتري ده وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش بقى اشترك في القناة وعمل لايك وشير وشكرا لحضرتكم اشتركوا في القناة